من كتب الطريقة الشاغلية أو أن المؤلفة من أهل الطريقة الشاغلية ولكن السكابة عبارة عن طيب لكل ما جاء الشريعة الغرار من آداد تلزم القلبة أو تلزم الجوانحة أو تلزم العقل في الإسلام بالنسبة لمريد يريد الوصول إلى الله تبارك وتعالى وقد علقنا على ضغط هذه حتة واليوم نجأ لقوله رضي الله عنه أولا ما نفع خلبة شريعة مثل عجلة سمية قلوبها من جاءت لا تستأن الإنسان إذا لم يسأل نفسه ويجفف معها ويحاففها لا يستطيع أن يميز بين الناس مما يرد على قلبه والضار لا يستطيع أن يميز بين ما يطلق عليه غالبات وبين ما يطلق عليه خواطر ووزاد ذلك لأن القلب في العقل هو المبدأ قادم القادم لكل ما يرد من الحق تبارة وفعالا فضلا أو عدلا خيرا أو شرا ترقيا أو تجميعا حسا أو معنا ولذلك حلق الرسول الكريم خلوات الله وسلامه عليه صلاحا حال الأدل على صلاح هذا القلب بقال في حديثه هو تفضح الحل عن النغمان بن بشير رضي الله عنه يقول فيه إن الحلاف هو على صدع إن الحلاف فجن والحراف فجن وبينهما أمور مستجهات لا يحلمهم لا يحلمهم كثير من الناس فمن استفى الشبهات فقد استفرأ بجنز وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرار السراعي يرعى حول الزمال يشف أن يرافح ألا وإن لكل ملك الحما وإن حما الله محالمه ألا إن في الجسد مبغى إذا صلحت صلحت الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا هذا القلب إذا استقام وعمر بالصالحة رفع الحد إلى مصاب الملائفة أصبح الأرض ولذلك ملك الحكومة باته وإذا قمت ومن إن فكت أمره وتعذر أصبح الأنسان جديما يزل وراء الشهوات أو تبعا كجعل يزل وراء الظلم والبقر بالغجل أو تبعا كجعله أو تبعا كجعله نسعى إلى تبعا كجعله ونحن نبعا كجعله ونحن نبعا كجعله اعتناء اعتناء من القلب كان عظيم والاعتناء من القلب يبدأ بالعزلة والعزلة كما تعلمون لها شراب قلنا إن العزلة من الأعمال السيدية المحبية التي لا تزم كل إنسان إنما هي بالنسبة لكل مثال بحسده فإذا كان إنسان تتعلق بمطالح الآخرين فإنه من الصعب أريد أن يعتذر كالعلم الذي يحساب الناس المعلم والقاضي الذي تتوقف مصالح الناس وحقوقهم على طروجه وزلوجه مجلس القضاء وكالحافظ وأخفاج هؤلاء وكذلك قضاء العلم المسلم العادي الذي بم يتعلم وذلك يحساب مجالسة العلمات والتعلم يحدهم فإن الحزلة لا تزم ولا تنفق كذلك من تتعلقوا في ذمته أمور أخرى فلا تتعلقوا من أن يختلف بالناس فيعتر مجالسهم يطلقوا معهم في الجماعة والجمعة ويزوروا أقربائه ويعود المريض ويشجع مثلا جنازة الميز ويشجع هذه الجنازة ويشجع 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 وفتا ويشجع وإذا جبت في هذا المكان المغلق أغلق عن نفسه مداخل المحكوثات والمكونات التي تشونش عليه تعلقه بالله تبارك وتعالى وتشويش عليه الفترة الصباح الذي يردقه روحه بحضرة القدر من هنا طالبه بأن يعدده لأن المناسب التي جعلها الله تبارك وتعالى في العدل وهي وسائل للحصول عن المحيطة هي الطرق التي نتجد من سلالها المعنفة والعلوم التي هي الحواسط المتسمى البصر الشم والنوم واللن لا غير ذلك والحصف الثالثة التي هي العقل كل أولاد فإذا لم يحققوا يأخذوا إلى التمسان بالفضول بعدما يتجد جدد من الإنسان فيعتدل العلماء أو العالفين أو المتجهون المتجهون إلى الله تبارك وتعالى يعتدلون عن كل ما يشغله بحان الله تبارك وتعالك في مكان الماء وينقرون مدى قوة الرابط بينهم وبين الله وينقرون هل أنهم خذفوا فقط من اشتغال بالدنيا أو أنهم خذفوا من اشتغال بالآخر أم أنهم خذفوا بالاشتغال بالدنيا والآخر من كل اللي حق به فينقرنا في كل هذا ثم إن الله تبارك وتعالى فنفى الخلف أطناك فمنهم الكافر ومنهم المسلم فما فات منكم كان ومنكم مؤمن والله ما تعملون بطير فهد هو من أي شئاتهم طبعا والمؤمنون أفضاء منهم الصفحون منهم الشهداء منهم الأولياء بحسب مراسلهم بكل مراسلهم من نجباء ونقباء وحسب إلى آخر الترتيب الذي هو معروف الذي يكون ثم إن هناك من الفرسلين من وصفهم الله بالمستقيم وفي الصالحين ووصف الأغلبي به بطول الأولياء لا أجزاء هل هو من أي الفرسلين ذكر أن هناك فجق في الجن فجق في الجن هو من أي فجق هناك سعاد هاو أسرياء فجق هناك سعاد هاو أسرياء ومن أي فجق هناك من وقف وراء الفجار وهناك من تجاوز الفجار منهم من وقف على فرح الباب ومن من أدخل مع الفجار فهو من من كل هذه الأمور عند أكذاء يسأل عنها نفس يسأل نفس عن هذا وعنده 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 حتى يحجد حلاقته بالله سبارة وعلى ولكن الشيخ يريد أن يقول لنا إن العزلة هي الوزيلة الوحيدة التي نستطيع أن نضي من خلالها إلى الله ولا في هذه العزلة لا تتحقق إلا إذا جال صور الأقوان كلها عن مصيرة العبد وعن خير كيف تزول صور الأقوان الأقوان اسم يدرك على المكونات والمكونات عبارة عن التخلوقات التي تتحقق في الوجود للقول قل كل ما قاصبه الله تبارة وتعالى بقول له قل فتتوّل فهو من الكائنات هذه كائنات قد ترفض في قلب العبد عن فريق وقوفه معها بحيث يتخيل أن النفع وضع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر